واخر حاجة المنطق بيصون بها الانسان المنطق بيتحول الى وسيلة الوقاية والتعافي من بعض الترابات زي القلق والوسواس ليه بقى؟ لان قواعد التفكير السليم بتعمل ايه؟ بتخلي الانسان يتقن ان هو يتخلص من التفكير المفرط لانها تجعله يجيب على لكل فكرة دليل يتأكد من صدقها فمثلا لو انه هو عنده مثلا فكرة النجاسة السحرية هيجيب ازاي دليل لها؟ ايه اللي حصل؟ فنقل النجاسة من مكان لمكان فلا يخلي الفكرة ديها وقتها يخلي الفكرة ما تتحولش الى ماذا؟ الى السلطان عليه لان الفكرة دي لما عرضها على المنطق لقاها غير منطقية ايه اللي حصل؟ فيقل الوسواس مع الوقت فالموسوس ما يقدرش يقدم ادلة على صدق دعوة ولكن يقدم دعوة لصدق دعوة يعني يدعي ادعاء جديد على صدق الدعوة دي وتبقى الافكار عنده بمجرد ما بيقولها بتبقى حقيقة عشان كده كتير بننصح لما حد يجينا من احبابنا وهو موسوس انه يتعلم المنطق فالمنطق يا سنة عافية للانسان عافية لباطنه وقوة ومدد وركن من اركان الحياة الحقيقية والمنطق قصدين به التفكير السليم والمنطق قصدين به ان الانسان لا يعمل الا عن معرفة ولا يتخذ المواقف الا عن معرفة هو دوات الشخص الانسان اللي فاهم يعني ايه منطق على فكرة علم الادارة منطق علم النحو منطق علم الاسول الفقه ضلع اساسي فيه المنطق ايه ده يعني كل حاجة فيها نموذج وفيها نظام وفيها مساعدة للانسان على انه يخطط حياته بشكل سليم وكل حاجة بتساعد الانسان على انه يخرج من الضيق الى الساعة وكل حاجة بتساعد الانسان على انه يكون اكثر استنارة فهي منطقية وعشان كده تعالوا نشوفها نعمل ايه تعالوا اول حاجة ناخد شوية الاجراءات دي اول اجراء علموا اولادكم المنطق لانه بيقربهم بشكل واضح كبير الى ما يسمى بالصمود النفسي او الصلابة النفسية وهو باب كبير جدا جدا للمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية ربوا اولادكم على شكر نعمة العقل ادعو الله سبحانه وتعالى اللهم انك رزقت لنا العقول لكي ننظر اليك ولكي نتيقن من حبك لنا يا رب العالمين اللهم ارزق عقولنا نورا ترى به جمالك في كل شيء يا حكيم علمنا الحكمة وارزقنا نور بصائر يا نور يا رب العالمين نور حياتنا بنور مددك لعقولنا وبنور وصدك لقلوبنا يا رب العالمين يا احكم الحاكمين ادركنا بالحكمة واجعلنا من اهلها في كل وقت محي شكرا